في المكلة عقد بديوان السلطة المحلية اجتماعا لمناقشة رسوم السلطة المحلية بالمديرية واستحقت الدفع من قبل شركات النقل البري السياحية بالمديرية وفي الاجتماع الذي رأسه المدير العام لمديرية مدينة المكلة العميد عبدالله بيعشوت وضم مكتب النقل البري وإدارة الموارد بالمديرية وممثلية عن بعض شركات النقل البري والسياحية المستحدثة والمتأخرة عن سداد الرسوم المستحقة تم التعرف على الأسباب التي أدت إلى تأخير السداد وكيفية تجاوزها أكد العميد بيعشوت على أن السلطة المحلية تولي الجانب الإراضي اهتماما بالغا مشيرا إلى أنه لن يتم التغافل عن كل من لم يلتزم بدفع الرسوم المستحقة حسب الأنظمة واللوائح المتبعة هذا هو خرج الاجتماع بعدد من المخرجات والتوصيات أهم هو الاتفاق على آليات لدفع الرسوم بشكل دوري ومنتظم اشتركوا في القناة